السلام عليكم في هذه الحلقة من خمس اشياء رح نذكر لكم خمس العاب كرة قدم يمكن الكثيرين ما سمع فيها في حياته خلونا نبدأ اول لعبة معنا هي كريس كارماز ستريت ساكر من تطوير شركة ايطالية باسم بيكسل ستورم وسموها على اسم اللعب المحترف السابق كريس كامر واللي ظهرت صورته على الغلاف الرئيسي للعبة وتم اصدار اللعبة في عام 2000 على جهاز بلاي ستيشن 1 اللعبة رح تقدم لك عشرين فريق من البداية وخمس افريقا سرية وكل فريق من مدينة معينة مثل باريس او لندن وغيرها يعني ما في فرق رسمية وطريقة اللعب بتكون خمسة ضد خمسة في اماكن مختلفة من العالم وبتكون بنظام لعب الحواري واماكن الملاعب غريبة تقدر تختار قلعة او صحراء او حتى معبد وفيها اطوار مختلفة مثل الاركيد وكابتورنمنت وغيرها ويمكن لو لها اللعبة اللي ما حد يدري عنها ما شفنا لعبة في فيفا ستريت سكر من شركة كابكم وتم اصدارها في سنة 1994 على جهاز السوبر نوتندو وهي اول لعبة ميجامان تصطر على الجهاز كانت الشركات في السابق تحاول ان تخترع شخصية ايقونية خاصة فيها مثل ماريو النيتندو وسونيك السيقا كابكم عندها ميجامان وتيبي تصغل هذه الشخصية في الالعاب الرياضية كنوع من المنافسة مع شخصية ماريو دخولها في عالم الرياضة والثيارات اللعبة تعتبر لعبة كرة قدم تقليدية بشخصيات من عالم ميجامان وتقدر تحدد لاعبين فريقك من زعماء عالم اللعبة ولكل شخصية لها قدرات معينة مثل الصرعة والدفاع والهجوم الباط صنف هذه اللعبة انها من اغرب العاب الرياضة واسوأ لعبة كرة قدم وتوجه سيء لميجامان بحكم طبيعة الشخصية في عام 1986 صار حدث لا يمكن احد ينساه خصوصا محبي كرة القدم وهو هدف اللاعب مارادون الغريب على انجلترا واللي جابه باليد شركة أرقس بريس سوفتوير استغلت هالحدث واصرت لعبة بيتر شيلتونس هاندبول مارادونا في نفس السنة على جهاز كامودور 64 وفي ذاك الوقت مما كان يلعب انه يكون حارس مرمى وصد حركة مارادونا الكل جاءت الشركة حطت اسم مارادونا على الغلاف وشاشة لودنج عليها حركة اليد وبس كل اللي بعدها ما لها اي علاقة لا بمارادونا ولا حتى بكاس العالم في وقتها ولا اي شيء ثاني حتى انك ما تقدر تواجه فريق الارجنتين اللعبة كانت سيئة كل اللي تقدر تسويه انك تراقب الكمبيوتر وتصد الكرة اللعبة الرابعة هي ريد كارت واللي تم اصدارها عام 2002 على الاجهزة المنزلية هذه اللعبة تشبه العاب كرة القدم الثانية بس تختلف في كل شيء تقدر تستخدم حركات خاصة عندك مثل العداد اللي لازم تعبيه واذا عبيته تقدر تستخدمه على الفريق اللي ضدك يعني توقف خصمك بضربة قوية او تضربها بالرأس عشان يطيح اللعبة ما تعتمد على الواقعية ابدا حتى فيها طور اسمه كونكوست يعطيك تحديات اذا هزمت مجموعة فرق بيطلعون لك مدافعين قوية يعني لو هزمت امريكا مثلا رح يطلعون لك مدافعين لابسين دروع اصوات اخر لعبة في القائمة هي ديفيد بيكم سكر اللي صدرت على الجيم بوي ادفانس في عام 2002 فيه العاب كتيرة بسماء من شاهير سواء في الكرة او غيرها لكن بهذا السوء ما صارت ابدا اللعبة ما فيها جيم بلاي ولا ذكاء اصطناعي زين ولا حتى صوت من زود غباء اللاعبين اول ما تبدأ المباراة اركض باتجاه المرمى بيجيك الحارس غير اتجاهك بيطيح الحارس سجل هدف وهكذا رح تشوف كمية غباء غير طبيعية حتى انك رح تعصب وودك تضرب ديفيد بيكم بنفسك ومن كثر ما هي سيئة في ناقد امريكي اسمه جستين هاركن كتب رسالة الى اعضاء الكونغرس عشان يحضرون اللعبة من السوق وما حد يشتريها وما استفدنا من اللعبة غير انها علمتنا ان افضل هوايات ديفيد بيكم هي الجولف والسيارات والاكل المفضلة هي دجاج مع صوص الطماطم لا تنسون اعطونا لايك على الفيديو واشتركوا بالقناة وان شاء الله تشوفون اللي يعجبكم دائما على قناة ترو جيميك